استكمالا لمشروعها الاحتلالي للأراضي السورية خاصة في مدينة عفرين المحتلة يواصل النظام التركي بناء مستوطنات بهدف تغيير دمغرافيتها والقضاء على طبيعتها وفرض واقع جديد مما يجعلها تتجه صوب المزيد من ممارسة سياسة التغيير الديمغرافي في المدينة المحتلة كما أن إنشاء المستوطنات وتوسيعها يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وانتهاك للأعراف والقوانين وانتهاك لكل ما هو من شأنه حتى أخلاقي هذه الأرض سورية ثابتة هذه الأراضي لا يجوز بأنه أحد يتخطاها بأي حال من الأحوال إلا بإذن مسبق طائرة ممنوعة عن تسير فوق الحدود السورية التركية إلا بإذن مسبق وقضية مهمة للغاية فما بالك بالذي يدخل ويقتحم ويقتل ويهجر لا هذا بالنهاية هو جزء من عملية التشريدة التي تحصل للشعب السوري بناء المستوطنات من قبل النظام التركي في شمال سوريا لعادة مليون لاجئ سوري إليها خطوة أعرب الفلسطينيون عن رفضهم لها لأنها تعزز تواجد النظام التركي فيها لخدمة مصالحها الاستعمارية والتوسعية هذه سياسة من قبل تركيا لفرض سيادتها والتدخل في الأراضي السورية وهذا التدخل هو مرفوض ومطلوب القوات التركية أن تدحر كاملة من الأراضي السورية تحاول فرض ما يسمى بالحزام الأزمي على عمق 30 كيلو متر في داخل الأراضي السورية وهذا هو اعتداء وعدوان على سوريا الشقيقة وعلى شعبها ويجب على تركيا أن تتوقف عن هذه السياسة ولا تقتصر انتهاكات النظام التركي على الشمال السوري فحسب بل تتواصل وتتمدد في العديد من دول المنطقة كالعراق وليبيا ما بين احتلال وقتل واعتقال وتهجير وتتدخل في سيادة الدول لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية الأمر الذي يتطلب توحيد كافة الجهود لمواجهتها ودعم الشعوب في نضالهم من أجل حريتهم أؤكد بأن هذه الإجراءات طبعا إجراءات عنصرية وإجراءات غير دموقراطية وإجراءات تعسفية بحق الشعوب الذي تريد القوى المحتلة أن تستغل أراضيها وتستغل خيراتها وبترولها نطالب تركيا أن تعدل عن هذه الإجراءات الغير دموقراطية والغير أخلاقية بحق الشعوب وأن هذا الاستيطان هو استيطان يعني مدمر إلى مصالحها ومصالح الشعوب المحتلة وبعد أن تشابهت الحالة السورية بالحالة الفلسطينية وما يجري من بناء مستوطنات زادت من معاناة الفلسطينيين ليصبح ضحية مخططات توسعية لطمس هوية الشعوب المتحدة تسعى تركيا لتمريرها في المنطقة وسط دعوات لعدم الإنجرار وراءها عامر الفررى اليوم قطاع غزة